وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ مشاركته في فعاليات مؤتمر مجالس الشورى والمجالس المشابهة في العالم الإسلامي المنعقد في مدينة باندونج الإندونيسية وخلال الفعاليات أكد رئيس مجلس الشيوخ في كلمته بالمؤتمر على أن مصر أطلقت عام 2022 خطة التنمية المستدامة 2030 بهدف تحقيق ثلاثة أبعاد وهي البعد البيئي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي ويشارك رئيس مجلس الشيوخ في فعاليات المؤتمر تلبية لدعوة من رئيس مجلس الاستشاري الإندونيسي حيث تأتي فكرة تأسيس هذا المنتدى انطلاقا من الإيمان بأهمية دور البرلمانات في تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل